اهلا بكم في موجز الاخبار اعلنت في البحرية البريطانية تلقيها معلومات بشان وقوع حادثة اعتراض مسلحين لسفينة تجارية قبالة السواحل الشمالية للصومال على خليج عدن وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان انها تلقت تقريرا عن اقتراب زورق صغير على متنه خمسة اشخاص اربعة منهم يحملون اسلحة كلاشنكوف ولم يكن اي منهم يرتدي الزي الرسمي واشارت الهيئة البحرية البريطانية الى ان الفريق الامني المسلح اطلق طلقتين تحضيريتين ما ادى الى ابتعاد الزورق الصغير عن طريقه توعدت البحرية الامريكية بمواصلة شن ضربات جوية على مواقع للحوتيين في اليمن ردا على هجمتهم المستمر ضد السفن الشحن وقال وزير البحرية كاروستورو في حديث صحفي ان مدة العملية تعتمد على اجراءات ايران التي تقدم المساعدة لتلك الجماعة واضاف ان الولايات المتحدة تأمل ان لا يستمر هذا الامر الى اجر غير مسمى في اشارة للدعم الايراني للحوتيين بدورها قالت وزارة الدفاع البريطانية ان السفينة الحربية دايموند المتمركزة في البحر الاحمر نجحت مساء السبت في صد هجوم للحوتيين بطائرة مسيرة واشددت في بيان على انها لن تقبل او تتسامح مع هذه الهجمات ومن واجبها حماية الملاحة الدولية والجمعة الماضية استهدف الحوتيون بصاروخ مضاد للسفن سفينة نفط بريطانية ما ادى الى احتراقها دون وقوع خسائر في طاقمها المكون من 22 فردا في السياق اقرى قاد سابقون في الجيش البريطاني ان السفن الحربية البريطانية تفتقر للقوى النارية لمهاجمة الاهداف البرية للحوتيين وقالوا في تقرير نشرته صحيفة ساند تليغراف ان المدمرات والفرقطات التابعة للبحرية البريطانية لا تمتلك القدرة على اطلاق الصواريخ مما يضطر الولايات المتحدة لتنفيذ غالبية الضربات على اهداف الحوتيين بدعم من سلاح الجو الملكي البريطاني ونقلت الصحيفة عن مصدر دفاعي بريطاني قوله ان المدمرة HMS Daimon المتمركزة في البحر الاحمر لم تنضم الى الضربات الانتقامية على الحوتيين وردا على التهديدات الامريكية والبريطانية اعلنت جماعة الحوتي قدرتها على اغراق السفن والبوارج من اي نقطة في اليابسة الى اي نقطة في البحر الاحمر وبحر العرب والبحر المتوسط وقال القيادي الحوتي حسين العزي على منصة اكسن جماعته لا تزال حتى الان حريصة على السلام باقل قدر ممكن من التصعيد وفق تعبيره وتسببت هجمات الحوتيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية ودفعت بعض الشركات الى تعليق مرورها من البحر الاحمر وسلوك الرحلة الاطول والاعلى تكلفت حول افريقيا انتهى الموجز في امان الله موسيقى